أهلا بحضراتكم نبدأ مع حضراتكم دلوقتي برنامج التساعة والحقيقة أنه الواحد بيتشرف أنه موجود في برنامج كان فيه أحد الإعلاميين الكبار العظام وستاذ وقل الإبراش الله يرحمه وإحنا جميعا هنا بنتكلم عنه طول الوقت طول الوقت بنفتكر وبنفتكر مشواره الصحفي الإعلامي الكبير اللي كان يمكن عنوانه طول الوقت الحيادية وكشف الحقائق دون أي تزييف يعني متهالي كلنا جميعا كأجيال تعلمنا وبنتعلم من مدرسة خاصة اسمها مدرسة الأساس الإعلامي الكبير وقل الإبراشي النهاردة أدرج الجهاز القومي للتنصيق الحضاري اسم الإعلامي الراحل وقل الإبراشي ضمن مشروع عاشها هنا وضعوا لفتة تحت اسمه وده بيتم في منزله في مدينة الستادس من أكتوبر وتوجهت أرمالة الإعلامي الراحل وقل الإبراشي بالشكر لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة والجهاز القومي للتنصيق الحضاري لجهودهم في تكريم اسم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي طبعاً إحنا كنا منذ أيام بتحول علينا الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي يوم 9 يناير 2022 بعد رحلة تعب كبيرة بسبب فيروس كورونا مهم جداً مشروع زي عاشا هنا لأنه مسألة أنه نوثق لتاريخ بلدنا للشخصيات اللي أثرت في بلدنا نحن نتكلم أنهما تقريباً بدأوا يمكن في 2017 اشتغلوا يمكن على حوالي 725 شخصية ومازالوا شغالين مجالات بقى مختلفة رموز ورواد مصريين في كل مجالات العمل يمكن من أبرز هؤلاء من تم عمل لافتات باسمهم عاشا هنا طبعاً فنان الكبير عبد الحليم حافظ والفنانة شدية والأديب الكبير نجيب محفوظ الفنانة الكبيرة هند رستوم فنانة أحمد رمزي غيرهم كثير من الرموز المصرية المؤثرة كل الأدباء كل الفنانين مهم جداً أنه يتم تخليط ذكراهم أنه لما حد من الجيل الصغير اللي ما يعرفش الأسامي دي وما عاشش مع الأسامي دي يشوف الاسم ده تحت بيته يشوف اسم شارع معين يرجع يدور وبما أنهم كلهم طول الوقت قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي فيدخلوا على جوجل ويشوفوا مين ده وعمل إيه بلدنا مهم جداً أنه إحنا نحتفي بكل ما نأثر في بلدنا كل ما نصنع شيء يتم كتابته في التاريخ المصري مهم جداً أنه إحنا ننقل ده عبر الأجيال لأنه الحقيقة لو إحنا ما عملناش ده ولو إحنا ما فعناش في هذا الاتجاه مع الأجيال الجديدة دي ما أعتقدش أنه التاريخ هيوصل زي ما المفروض يوصل فبنشكر كل القائمين على مشروع عاشة هنا